يصادف اليوم الجمعة الذكرى الثامنة عشر لاستشهاد الرئيس الرمز والقائد ياسر عرفات أبو عمار وبهذه المناسبة يحيي الفلسطينيون في مختلف مناطق تواجدهم داخل الوطن وخارجه ذكرى رحيله بفعاليات وطنية مختلفة تتمثل في وقفات ومسيرات ومهرجنات ويمثلوا الـ 11 من نوفمبر من كل عام ذكرى أليمة تذكر برحيل قائد خاض نظالا تحروريا في سبيل القضية الفلسطينية لعشرة الأعوام ومعارك عسكرية وسياسية لحصر لها حتى استشهاده العام 2004 بعد حصار وعدوان إسرائيلي دام أكثر من ثلاثة أعوام على مقره في مدينة رام الله